نحن نقلب الى سيتي باري الحاج ارى ها هو في نواق اخرى نبس بارك شو انظروا عنه تبارك الله علي تبارك الله علي معسا الله تبارك الله علي الله حافظك شكرا على الاستقبال الله يزيزك بخير الله حافظك هذا اليوم تبارك في قريطة لا يفارك احسن ما يرى لا يفارك شكرا على الرجل الله يوفقهم الله يوفقهم امين نحن نتلقى اوفقه اليوم نجمعه فيه كاملين نحن نتلقى نحن نتلقى نحن نتلقى نحن نتلقى نحن نتلقى نحن نتلقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مرحبا بكم فيديو جديد معكم حالي ميردا كما تعودوا تشوفوا الفيديو السفر والصي فيديو جديد ومع السي الحاج حاج تباري الغني على التعريف مع السي حسان تبارك الله عليه نتلقى نحن نتلقى سنطلق على السيارة ونتلقى نتلقى 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 الهواء ايضا نتلقى نتلقى فيديو جديد مبادرة من الدراجة الهوائية من خدمة يتلقى إذا أخذ الفكرة ولم يفكر فيها بثيث ويوجد دراسه أنه يسافر إذا أخذها بسكوليته لا يختصر ونحرك المراحل نجعله يتكلم واحد شوية ومن بعد ندوزل سيحسان وهو ما زال ما خادش خمار ديال الصفار ولكن هو وجد المطاري للصفار ومستعده في أي لحظة أنه ممكن يمتعناه بالصوار ويتمتعته تفضل دراسي تبارك شكرا شكرا لأخ سريضا وحليمي على هذه المقدمة الطيبة معكم الأخ تباري كراسيم مواليد 37 ألف سجنة 62 من مدينة الجديدة متقاعد من مكتب الوطني الكارباء متزوجة أربعة أولاد الحمد لله قمنا في البداية بهذه الرحلة كما نقول بنا هذه الرحلة الأولى اللي كانت ما بين بيرجديد القرقرات كانت واحدة رحلة مفاجئة نظرة للظروف لحتي كما نقول للناس بأنني أنا ما شيء دراس ما كنستعمل الدراسة ولكن جاءت النتيجة النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى تم الإخوان لحسب الفيديوهات اللي كنشوفوه لحسب المكالمات العاتفية والحسب الناس اللي كنشوفوه ليس نقص بهذا البادرة هذا البادرة الطيبة اللي يقص بهذا حتى لو جاءت النتيجة تجاوز ستين لحب أن الدراجة والريال بأكملها لن يكون السن العامي شكرا الله أحفظك الحاج شكرا 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 ؟ يا ًا و لم أشاهد الفيديوهات هؤلاء الفيديوهات هؤلاء هؤلاء أصدقاء بعدها كان نسيب دياري يتكلمني عنهم كانوا صافروا ومشاول صافروا ومشاول يجي تخنيفراء وإفرام وشابه وسمعه يجيني الفكرة بعد أن قلت نقلب على الفيديوهات و هذا ولي كان توقع الله و يعمر الوقت يالو و يصفر و يشوف الناس و يتقر عن الناس و يخرج من الروتين لأن الحياة فيها ضغوطات و عندما يخرج سبحان الله العظيم في الوايات تعليم لك أن تتعلم و تشوف الناس و تلقى مع الناس و تتدفل و تحيير لذلك الأمور التي تدخلها غير كبسة للإنسان و ضغطة عليه و بذلك السفر رحمه الله يتكلم أن تصفروا و تصحوا سافروا و تصحوا السفر صحة نفسية و صحة جسدية و هذا مثل ما كنت سنوجد الحمد لله كنت تتقلم على خاطرين و كنت تدرجة المناسبة و بالله تعالى تكون كذلك و تبتل هي إن شاء الله أسس أننا يجي إن شاء الله الصيف و يدروا أول سفر إن شاء الله إن شاء الله السلحة البطل صراحة تبارك الله عليه مقارنة مع اللاج ديالي أنا أصدقاء ومعارف وشباب في عمره ثلاثين او لا خمسة وعشرين عام ولكن في دماغه عنده سبعين عام هذا هو المشكلة ديالو استباري من الناس اللي يعجبوني بزاف 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 علش أنا كندر لي فيديو وكان الهدف من لي فيديو هو الموتيفاسيون يعني أن تبارطاشي مع الناس و تشارك معهم معنومات حول السفر يعني السفرية ديالك بالدرجة الهوائية وأنها مشي شي حاجة مستحيلة ولا صعيبة والستبار اللي زوين فيه هو أنه ما مفكرش بزاف ما بقاش كيف يفكر بزاف يعني في واحد طرف وجيز خدا واحد المغامرة اللي أنا صارها ما نقدرش ناخدها ولا أي واحدة تبارك الله عليه نخلي هوية يعني هاد الفيديو اللي غاي هاد اللقطة اللي غاي هدر عليها الحاج سيتي باري هي رسالة في نفس الوقت وعبرة وعظة للناس اللي معقازة بالدريجة رقاء نعاسة نعاسة أصحاب القهوة هاد اللي عنده شي ولدو ناعاس اللي عنده شي ولدو ما بغاش يتحرك اللي عنده فس الحاج سيتكلمني على واحد الرحلة اللي اقطع فيها قريبا هاد اللي عنده سيتي باريك سيتي باريك سيتي باريك سيتي باريك سيتي باريك سيتي باريك شكرا لريدال حليمي على هذه المقدمة بالنسبة لي انا كما قلت تخديم بانكم معكم تباري الرحلة الاولى اللي كانت من مدينة بير جديد الى حدود القرقيرات من مدينة قولميم حتى بير جديد مهم كانت مفاجئة ورحلة التحدي مهم فيما يخص للدراجة ولا العتاد كما قلوه الباكتاج كانت غيروا حد رحلة جد ملائمة كنت قمت بها من من بير جديد حتى الجديد ومن جديد حتى الوالدية هذه المرحلة الاولى مهم المرحلة الاولى تكلمت فيه من قبل في اللايفات ومع الخوط قالك كيفاش توصلتين للقرقيرات مهم كانت مفاجئة لحسن الرحلة ديال الدراجة الهوائية كنت تعرفوا بان الدراجة الهوائية لما بايدرتيش انا لا توصل حلالي الاولى ومن جديدة مشيت الوالدية وفعلا من الوالدية تخرجها ولكن تلاقينا معشي اخوان ما الله يجازي يوم بخير كما كم يمكن الوقت من جديدة كان شجعني الاخ ديالي واهي بحضل الله سبحانه وتعالى كان شجعني الوالدية كذلك في مدينة الوالدية مصدق بني الاخ المغازلي والله يجازي بخير تواكي مارس الدراجة الهوائية ومن بعد مني مصدق ما تلاقيت معاق لي تدير الاسوي اسوي 65 كرمات مبيل الوالدية فعلا نيضربت هذه المرحلة مبيل الوالدية واسوي في 65 كرمات وطلقت معاق الاخ راشيد خان اخي مارس الدراجة الهوائية كذير السفريات وكانت تكلم معايا على الرحلة قال لي لماذا تكمل حتى الصويرة ومن بعد الصويرة اخذت ترونسفور ورجع ومهم بالنسبة ل 7-8 يوم فعلا نيضربت مهار اسوي 135 كرمات ومن اللي وصلت الصويرة بدت بدت واحد المكان وصباح من اللي فقط قلت بغير الرجع وماذا قالت برقاب بقيتها قلت بغير الرجع ولا نمشي ولا نكمل توقلت على الله توقلت على الله وانا نمشي للصويرة لا نمشي فقط قلت بغير الرجع سوف نرام وبقيت بعد ٍ١ كولومتر تدرك لنا وزون نستقرب على السحسين وماذاién يستقبلنا في قولمين بقى 15 كولومات قبل وفعلا 15 كولومات استقبلنا و الحمد لله دخلنا جميع كامنا تنسل و استقبلنا في البيت ديالو بعد ما دموزنا واحد تلسيا في قولمين وتمكين الحمد لله بقيت الرحلة وبقيت تلقينا مع سيحاسن تهوى عنده خبرة في الدراجة والحمد لله تتكلمنا جميع و هذا بدأت تساعد دام برنامج ديال ما بعد قولمين و سنكملونا ما نكملوش و الحمد لله بقيت الرحلة درنا طان طان ما يجلزين بخير الناس اللي استقبلونا في الوطيق اللي بعان الطان طان مشينا الوطيق سيدي من الوطيق كنا مشينا البوزدور مشينا الطرفاية بوزدور من بعد بوزدور كمنا كمنا سيدي كمنا العيون قدرت من العيون سيدي مشينا الطرفاية كمنا وصلنا للحدادة حدادة درنا شي شهر شي شهر بالنسبة لي انا والمسافة الموين المسافة ما بين مشي ومجي 1800 كولون درت فيها شهر و 18 لا علاقة سلاو بالريادة يجب ان تكون عنده العزيمة والارادة والتوقر على الله يجب ان تغيير شي حاجة يتوقل يسوي الوحسوس شكرا الحاج بغيت كصراحة بغيت ندر واحد طالب هو انك تعود لنا بضوط تقريبا مشي بالتفاصيل ولكن كيفاش او للوقت اللي اخذتي باش فكرتي انك تاخذ او لتسعمل الدراجة في السفر والوجهة كيفاشتجات وصافرت كيفاشتجات وها بطيل القرقالات كأول وجهة بعد ما كان يختار 40 كم 50 60 70 كم كتداريب فاش انه يعول يصافر يلا نخلي هو يحكي هذا القيصة هذي هذا هو البيت القصيد هذا هو اللي بغينات اي واحد بغي يصافر يسمع هذه القيصة مزيان وغا تكون له عيضة ان شاء الله يستفد منها ويتعلم منها بزد شكرا شكرا سي ريدا لما بالنسبة الرحلة هنا جيتني مفاجئة لماذا اول ما كنتش منتظر بانه غنضير هاد المسافة كاملة كنت فرجت ولي لا يبدو في الفيديو ديال اخوتي وكنت نستاشا كنتشوف اخوتي فيديوهات وكنتنتبع الاخ ياسين سخلي من مدينة اسفي الله يجازي بخير من هذا المنبر اللي كانت تسمعني لهذا الله يطول عمروه وطلبه من الله سبحانه واسه رجع لبليداته ورجع للبلاد ورجع للوطنه على خير يعني هذا الشاب 26 عام وفادي مرحلة الان في كينيا ورجع متبعه من اتلزان ومن هذا المنبر كنتشجعه تحياتي لي ها هو 26 عام وشو فين كين يعني هذا الشلمة راح يليد ولماذا اشتري هذا الشي كنتشوف 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 ما بين هذا وما بين هذا وما بينه بحقه انا كندير ريادة يعني كندير ريادة كندير نزمية جميع ريادة قتلك حشلة ان لستشاركش في هذه الريحة لو اندينا قتلك دراجة وكنت اعيت الاخي والخير قلتليها سكين واسكين كان احيانا قتليها عندي واحدت فيكالة أرى هاليا يعني انه ليس دراجة لا نستعمل الدراجة نعرف لها ولكن مهم اللي جابها لي اخر جاب لي يدرس بها الدورة لولا 30 كولومات في النواحي دي المدينة اللي تسكن فيها مرة الثانية 40 كولومات مرة الثانية 70 كولومات مرة الثانية 30 كولومات تحت توقعت في كسفي عشرين يوم أنا مريح صافي مني يقول لي شوية شوية قتل الدار غنهز بحويجات وغنمشي الاشتدة ومنشي الوالي لي صافي نزرب تنمشي كما يدير واد الناس تنمشي وبحق تنمشي المخيمات لكم بيك سوفاس كنخرج مع الإخوان كده كده صافي هزيت العتاة ديالي في البكرة ومشيت صافي مني مشيت قلت الدار هاشكين واشكين صرت المسائل ديالي رتبت المسائل ديالي مع الوليدات مع الدار هالمسائل هاشكين واشكين انا غنمشي صافي توقلت على الله صافي ومشيت والرحلة جاء الحمدلله والصدفة والحمدلله شوفين وصلاتنا وشوفين رداتنا والحمدلله رقائم بحد رحلة التالية فانتكلموا فاهم من بعد من بعد شكرا 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 الناس الشباب خاصة الشباب. الشباب اللي عاوطنا قد ضيعوا وقتك عبد الله هي اللي ولا. طلب الله سبحانه وتعالى يسترلك الأمر. طلب الله سبحانه وتعالى يديرلك وحدة 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 يستافد منه. يقولك العقل السرين في الجيش السرين. والسي حسن هو مهارة المنبرك مشكروه. والحمد لله راح نمليشناه و راح نشجعناه و راح نتكلم عنه. وكسبقاء كسبقاء كسبقاء الكلمة دياله لسي حسن. في المغاربة معرفة لها. معرفة لها. هذه الرياضة المميزة دياله تعرفنا على الناس. تعرفوا من معرفة ديال المؤمنين. السلام عليكم. استكتروا من الإخوان. فإن كل معرفة في الدنيا بركة في الآخرة. سبحان الله. أن تعرفوا هنا وأن تعرفوا في الآخرة إن شاء الله سعى. هذا معرفة المؤمنين الحمد لله الطيبين. وتمجتمعوا وتمتلقوا على الخير. والله جمعناه في الناس واجمعناه في الآخرة. أمين يا رب أمين. هذه الهواية وسيلة. إن شاء الله سعى وسيلة. وفيها تفرج على النفس. تفرج على النفس. تريد أنها روحوا أعلان في نفسكم ساعة بعد الساعة. فإنها انكلت عمية. مثلا تدخلها وتطلقها معنا في التصافات. وتشوف البلاد ديال كيف يرى. وتطلقها معنا الصيبين. على المزانين على الفطرات في بعض المناطق. ما تقوله ما زال الخير في هذه البلاد. الحمد لله مزا صراحة الله إلا مزا صادفوك ما تعرفوك ما تعرفوك ما تعرفوك. فعل الرحلات فيها. الله العظيم متعرفة. نبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في أمتي إلى قيم الساعة. وصفار ورياضة ومتعة. وفيها كور شيء الحمد لله. ميسا 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 ميسا. نبي صلى الله عليه وسلم قال الخير في المصار. نعم لا المصار مستقبلي. سوف تصفر في الدراجة الهوائية. إن شاء الله. البرنامج. برنامج. أصح هو البرنامج. إن شاء الله إذا عنا نحن في تعليم مزانين. لا تفدي شوية التدريس. سيخرجوا التنامية. سيخرجوا مصنين ونوقعوا إن شاء الله سعال. ونوقع إن شاء الله سعال. والله يسخر. سيحة سارك واجد. كامل مكمول مختلف. لا واجدنا. لقد جهزوا دب العروسة. لا عندك العروسة تلعوظ الله. مبارك. لقد جهزوا. لهم جيد. لكن الحمد لله بل سيكان. الحمد لله. لقد زياد الذروري. سيكون غير لبقاء عامة. إنتواك الله. إنتواك الله. نحن أخبرنا نصيحة ذهبية. أعني أنا بدوفي تنستخstage sans تحاول m variée ف 분�ي أسان si became me أحسس لي brit gala أحسسي 1000 different أحسسني الساكام به 3000 different أحسسنيfolg أحسسني كذا أحسسني هذك مختار هل إنشاء شيء مهم、 touchdown شخص صحيح بالنسبة لك أو 2004 يعني ال знак んだون يأخذ مسائدياً ومعن الله كان يمسك عليه الله ويحب الدراجة ويحب الدراجة ويحب السفارية لما كان يمسك عليه الله ويعدل ذلك شركي إذا كان يحب الدراجة وعنده وديك الدراجة يستافد منها عنده الحول يجيش يستافد منها الحمد لله البار موجود كل شيء خالص أنا لا أمشوش مثلاً بعض المسائل بعض الشركات بعض المتاجير ومتقلب وكذا كذا الإنسان اللي عنه يقدم ذلك الشركين يقولك عدي بهذه تجيب الله هادئ فما باش غنقان تسنق بيكالاق لاطونس ساكتكوشاج كذا كذا رمان غنضير بتاشي حاليا الإنسان يتوكل على الله يعدي بدك شركين يستافد يتريني يعرف الطريق يعرف باتها ديال برا يطير في الخلاق ينعز في الخلاق آآ يتأمن يعرف الطريق آآ شوف طنوبيل هاته تميواتي هاته وفي الأخر عادق يستافد منك شيء يريد من نقدر أما بس في الأول تقول أما بقيت ندير هاته وندير أنا ما غدير بتاشي حاجة تنوجدها ما غدير تأخذ نسري الدار عدن جوز صحيح غدت بقى ناعس غدت بقى ناعس غدت بقى ناعس غدت بقى ناعس ما غدت بقى ناعس نطلب الخوط يدير الدراجة الهوائية يعدي دكشي لي عندك دكشي لي عندك يعدي نتيفرجنا تنشي بالله محسن الضوفر والراحة ديالك مهمة نحن تباقي ولا كيرا للغن ماذا نطلبوهم ممكن غادت بقى ناس نطلبو من الإخوان اللي كديرون الدراجة اللي اتعاونوا مع الخوط اللي مى بحالوش ما فيها بس تتتعاونوا معها ما فيها بس تتتعاونوا معها نسان بغاية الصافر نتعاون خيرا نشعى الطريق راح حبول الدراجة نمسي حبول لله سبحانه وتعالى ثم الدراجة لا يمكن أن يرى الدراج بأحد العين وشوفه لا، الدراج ستأوى وهو الهوية وهي الدراج كما عندك كاتكات، ما عندك طيارة، ما عندك هو عنده الدراج نشكر حسان، نشكر جباري على هذه المعلومات اللي أخانا هي معلومات قيمة جدا، لم يكن يكتسبها لأنه كانت عنده العزيمة والإرادة وأنه مغي يدير بك الحاجة يعني لو كانت قلب اللي أنا را كبير فلاج را ما غاديش يديرها وكان السيحسان قال أنه را كبير فلاج بغي يخرج بكاره وما غي يدير فلاج وما غي يدير فلاجه عنه وما غي يخرج يعني هذا الشيء اللي شارك معنا السيتي باري والسيحسان فهو جزء بسيط، ولا أولا بالأحراف، فهو الشيء المهم جدا اللي هو العزيمة والإرادة اللي خاصة تكون عند أي واحد ما شيف الدراجة بالضبط، ولا كيف أي عمل غا تقوم به بما أنه يرضي الله عز وجل، فتوكل على الله عز وجل لا ما تقاتس، يتخلق رأسك الأعذار طبيعا حالي لك أنت أعذار مقبولة ولا ظروف أن التميث والعذر، ولكن إلا كان عندك الوقت وعندك الإمكانيات وعندك الصحة أنفع التوكر على الله، فشكرا لكم بزاف، ورحلة موفقة سيتي باري سيحة سياء الله يوفق في المصار الرياضي والسياح إن شاء الله بتراجل وإياه أتمنى التوفيق للجميع، والله يصير عمور، وشكرا لكم بزاف، إن شاء الله يكون الفيديو باعتي كاميرا كاميرا كاشنادي هذه انتبه قابلًا واسف كاميرا كاميرا.. اسف ويزيع المصار ويزيع المصار بأخذ كثيراً فأول مرة نعم, بأن نطبق الرجل في طاوبير ولكن الأول من الخاطر ويمكن أنه ما هذا مرحباً 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 من أن تترمز على الدراج من ان Hillary's go أبدوا أنت بطاقة يجب أن تنمي المترجم هذا هو موضوع سيدي تراجع سيدي تراجع نعم لقد تنمي المترجم سيدي تراجع سيدي تراجع السلام عليكم الله يسحر أمين بسم الله السلام عليكم سيدي تراجع السلام عليكم السلام عليكم أمين